موسيقى تخديرات إسرائيلية تقول أن حماس غير معنية بالتصعيد بعد تبادل قصف مع فصائل غزة وبيكين تنفي توريد سلاح لموسكو والغرب يعتبر ذلك نذيرا بتحالفات عالمية جديدة العراق يشكو غياب تعداد سكاني يمكن الحكومات من وضع خطة تنموية وأحل نزاعات على الأرض والموازنة موسيقى أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث قدرت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأن حركة حماس لا ترغب في التصعيد على الرغم من إطلاق صواريخ أمس من غزة باتجاه إسرائيل وردت عليها تل أبيب بغارات على مواقع قالت إنها لحماس كما أن إسرائيل هي الأخرى لا ترغب في الوصول إلى تصعيد وجولة قتال أخرى ضد غزة وحسب تقديرات المؤسسة العسكرية فإن حماس غير معنية بالتصعيد وليس لديهم أي مصلحة في هذا لأنهم يستغلون الهدوء لتقوية أنفسهم عسكريا نحن هنا على حدود قطاع غزة حيث يسود هدوء أعقب عاصفة تمثلت بتبادل للقصف ما بين الصواريخ الفلسطينية التي انطلقت من القطاع والغارات الإسرائيلية التي أعقبت ذلك على عدة مواقع قالت إسرائيل إنها تابعة لحركة حماس يأتي هذا التصعيد وإن كان متوقعا بعد أن قالت الفصائل بأنها سترد على ما وصفته بمجزرة نابلس وفعلا هذا ما كان ويأتي أيضا تثبيتا لمعادلة باتت قائمة وهي توحيد الساحات بمعنى انفجار في الضفة الغربية المحتلة يقود إلى تصعيد على جبهة قطاع غزة فعمليات فردية في القدس الشرقية المحتلة المقاتلات الإسرائيلية أيضا لم تبرح المنطقة الجنوبية في إطار التأهب السائد وفي إطار حال التأهب على الأرض نشرت إسرائيل المزيد من بطاريات القبة الحديدية في محيط قطاع غزة وفي المناطق الجنوبية الأتقاد في إسرائيل بأن التصعيد سيتواثر عمليا وصولا إلى شهر رمضان المقبل هناك احتمال بأن تندلع مواجهة شاملة في الضفة الغربية المحتلة وكذا أيضا على حدود قطاع غزة من حيث انفجار الحرب على هذا القطاع زياد حلبي الحدث حدود قطاع غزة من ربالله المحلل السياسي أستاذ محمد هواش أستاذ محمد أهلا بيك في تصعيد البعض يقول لن يكون هناك تصعيد لكن وقع التصعيد وهناك صواريخ من هنا ورد من تل أبيب وبالتالي هل يستمر التصعيد أو تصورك لهذا السيناريو هل تتكرر السيناريوهات السابقة التي كانت قبل رمضان ونتج عنها حرب كبيرة في قطاع غزة وعدوان على قطاع غزة بشكل كامل مساء الخير لك والسادة المشاهدين أعتقد بأن ما جرى بالأمس واليوم صباحا هو نوع من الرسائل المتبادلة حركة حماس لا تريد تصعيدا ولا تريد حربا مع إسرائيل في هذه اللحظة وأيضا إسرائيل ليست في وارد أن تفتح أكثر من جبهة هناك تركيز على محاولات السيطرة على الضفة الغربية ومحاولات توسيع الاستيطان واستمرار تعميق الاحتلال في الضفة الغربية لا يحتاج معارك جانبية يحتاج إلى تركيز الجهود الإسرائيلية على الضفة الغربية والقدس وبهذا المعنى حماس يعني بعثت رسالة إلى إسرائيل بأنها هي جزء من الشعب الفلسطيني وهي معنية بأي تطورات مستقبلية كبيرة ولكنها ليست معنية بحرب الآن مع إسرائيل طيب هذه حسابات حماس حسابات إسرائيل إذا كانت لا تريد التصعيد كما هي تقول وتصرح فلماذا التصعيد في نابلس استباق من أيام أو شهر من رمضان وبالتالي لماذا هذا التصعيد هل تشعر سيد محمد أن نحن أمام حكومتين وليست حكومة واحدة حكومة يدورها نتنياهو وحكومة في الظل متشددة يمينية هي التي تسير الأمور فيما يتعلق بالبعد الداخلي في الصراع بين نتنياهو من جهة وبين اليمين المتشدد اليمين الصهيوني وحزب إسموتريتش الحزب الصهيونية الدينية يريد وهو يمسك أيضا من خلال المناصب التي أوكلت لهذا الحزب يمسك بالعلاقة مع الفلسطينيين يتعلق بالاستيطان يتعلق بالشرطة يتعلق بالعمل داخل القدس كل مفاصل العمل مع الفلسطينيين تسلمها وزراء الصهيونية الدينية وهو يضغط هذا الحزب لتنفيذ ما يسميه بسياسة الحسم مع الفلسطينيين في الضفة الغربية بمعنى فتح الأبواب أمام ضم الضفة الغربية بالكامل تغيير الوضع القائم في القدس محاولة فرض حل إسرائيل القضية الفلسطينية من يقبل من الفلسطينيين بهذا الحل فليبقى في مكانه ومن لا يريد هذا الحل فليرحل أو ستعالجه إسرائيل من وجهة نظر هذا اليمين بن يمين ناتنياهو أيضا حتى التسريبات التي سربت قبل أيام عن اتفاق بين ناتنياهو وأبو مازن عبر وساطة أمريكية لتهدئة الأوضاع قامت وحدات من الجيش الإسرائيلي وقامت وزراء من اليمين هم الذين ردوا على هذا الاتفاق منعوا اتفاقا ومنعوا تهدئة ومنعوا أي تخفيف للأوضاع في الضفة الغربية يريدون ما يسمى عمليا بالحسم الحسم يعني أن تحسم إسرائيل الصراع مع الفلسطينيين وأن تستكمل ما عجزت عن تنفيذه في عام 1948 وعام 1967 أي طرد السكان وإبقاء السكان في معازل هذا هو المشروع الإسرائيلي الذي تخطط حكومة اليمين الإسرائيلية إليه وبن يمين ناتنياهو لا يستطيع أن يفعل شيئا لأنه إذا فعل شيئا ربما يطاح به بالكامل من الحكومة وربما أيضا يطاح به من حزب الليكود لأنه يحاول أيضا داخل حزبه تهدئة الشارع الإسرائيلي من خلال الطلب من وزير العدل تأخير إقرار القوانين وبالتالي المتعلقة طبعا بالتعديلات القانونية أسألك على نقطة سألنا عن حسابات حماس وحسابات الإسرائيليين وحكومة ناتنياهو لكن لن أسألك عن حسابات السلطة لأن حساباتها ضيقة أسألك على ما يمكن أن تفعله في ظل ما تملكه وهو قليل يعني السلطة الفلسطينية خياراتها ضيقة جدا ومحدودة جدا ولكنها لديها قدرة على إدارة شعب لديه إصرار على الصمود لديه إصرار على إفشال أي خطط إسرائيلية لا تستجيب لطموحاته الوطنية يستطيع الصمود ويستطيع القتال حتى ونحن شاهدنا خلال السنوات الخمسة وعشرين الماضية كلما ضاق الوضع وكلما حاولت إسرائيل فرض حل إسرائيل القضية الفلسطينية كلما انفجر الوضع في وجه هذه الحكومات وفجلت في فرض ما تريده على الإطلاق بما في ذلك مع دعم غير محدود من الإدارة الأمريكية السابقة ومن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ولكن كانت هناك إدارة أمريكية كانت سافرة في تأييدها لإسرائيل وسافرة في منع إقامة دولة فلسطينية وسافرة في فرض ما يسمى بصفقة القرن التي فشلت وذهبت مع الإدارة الأمريكية السابقة مع دونالد ترامب وبالتالي لدى الفلسطينيين قضايا محدودة الآن هو تفعيل طلب المحكمة الجنيات الدولية للتحقيق في جرائم إسرائيل في أضافة الغربية وفي اقتغزة أيضا التأكيد واستعجال طلب من محكمة لاهاي لتعريف الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وقتغزة والقدس وبالتالي إصدار فتوى بأن هذا هو احتلال القوانين الدولية تنطبق على الوضع هنا وبالتالي يجب أن تكون هناك إجراءات على المستوى الدولي إجراءات مع الدول تحديدا وأنا لا أعتقد بأن المؤسسات الدولية تستطيع إجبار إسرائيل على فعل أي شيء على الإطلاق لكن الدول تستطيع أن تفعل مع إسرائيل كل شيء بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية على غرار ما فعلت المجتمع الدولي مع جنوب أفريقيا والعنصرية في جنوب أفريقيا وسقطت العنصرية بسبب الحصار الاقتصادي الأمريكي والأوروبي وبالتالي يجب على الفلسطينيين توحيد أنفسهم وتوحيد أدوات كفاحهم في مواجهة إسرائيل الصمود على الأرض وتوجه إلى هذه المؤسسات الدولية لتفعيل الطلبات الفلسطينية بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل وفيما يتعلق بإصدار فتوى قانونية بشأن ما طبيعة الوجود الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة أستاذ محمد هواش المحلل السياسي من رمالله شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بكين تعتبرت تقارير حول ارسال اسلحة لروسيا حملة تشويه للصين ماريوبل الميناء المحاصر بعض الناس لم يجد أي طريقة للخلوص من هذه المناطق ومدمرة ما يحدث حتى على الحدود البولندية مليونين و 57114 دخل الأراضي البولندية حتى الآن تم السلطر على 50% من مدينة ماريوبل قبل أقل من ساعة من الآن خذيفة كنت معنا وسمعنا سويا صوت انفجار كبير وبالتالي هذا يفسر هل ما زالت الممرات الإنسانية آمنة لديكم ما يكفي مثلا من القدرات الدفاعية طبعا من الأسلحة التي أتت من الغرب هذا هو الحصار روسيا تحاصل المدر الكبرى الآن أيضا وأنا أتحدث إليك أسمع انفجار آخر في هذه الضحة روسيا بدأت تستعمل صواريخ استراتيجية سكاندر وفوشكا وضع يقلق واشنطن منذ اليوم الأول لأنها استطعت أن تشكل تحالفات إن كان هناك أي إجراءات اقتصادية تم اتخاذها مع الصين نشاهد حزمة العقوبات الرابعة الخامسة على الطاولة العالم يتغير من حولنا بإيقاع بتناغم كل شيء متقلب كل إبطاء يعقبه تسالغ ما هي أهمية هذه العملية العسكرية فالمعلومات متغيرة في كل ذانية فما تعرفه بالأمس يصبح ماضيا اليوم نحن ستعرض للمعالمين تحضر للمعالمين نفت وزارة الخارجية الصينية ما وصفتها بالتقارير المزعومة عن بحث بكين تقديم أسلحة إلى روسيا معتبرة أن تلك التقارير محضو تخمينات وضمن حملة تشويه لسمعة الصين وفق قولها تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جاء ردا على ما نشرته صحيفة وولد ستريت جورنال الأمريكية التي أفدت بأن الحكومة الأمريكية تفكر في نشر تقارير استخباراتية بشأن بحث الصين تقديم أسلحة إلى روسيا نوضح أكثر حول ماذا يمكن أن تفعل الصين في إطار هذه العلاقة القريبة جدا من الروس والبعيدة جدا من الغرب ومن أمريكا أشعلت التوترات الصينية الجديدة القديمة في نفس الوقت بعد اكتشاف واشنطن من طاضا لبكين قالت إنه تجسسي ونفت الأخيرة ذلك وأوضحت أنه للأرصاد الجوية وفقت لكن القلق الأمريكي أخذ منح جديد أمس فوزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الولايات المتحدة قلقة من زيادة التحالف بين الصين وبين روسيا وذلك بعد أن أشاد الرئيس الروسي بوتين بالآفاق الجديدة في العلاقات مع بكين وعشارته إلى أن نظيره الصيني سيزور بلاده جاء الحديث عن زيارة الرئيس الصيني بينما قالت واشنطن إن الصين تدرس مدى روسيا بأسلحة في حربها في أوكرانيا في خطوة تنذر بتصعيد محتمل الحرب بين موسكو وكييف لتصبح المواجهة بين روسيا والصين من جهة وأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة من جهة أخرى وزير الخارجي الروسي سيرجي لفروف قال إن الصين لن تتخلى عن مبدأها بتبني موقف موضوعي وحيادي ولعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة لكن الصين لم تنشر تفاصيل اقتراحها أو مبادرتها بشأن الحل السياسي ووعدت بإعلانه هذا الأسبوع بمناسبة الذكرى الأولى لبدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير من العام الماضي مسؤول أوكراني رفيع المستوى قال إن الحكومة الصينية لم تتشاور مع كييف أثناء أعداد خطتها في حين أكدت أمريكا أنها تبقي قنوات اتصالها مفتوحة مع روسيا وترحب أيضا بالحوار إلا أن الولايات المتحدة لن تناقش الصراع في أوكرانيا مع روسيا دون مشاركة كييف نفسها كما أن الصين وفق واشنطن ستواجه عقوبات في حل تعميق علاقاتها مع روسيا دون أن تخوض الولايات المتحدة في تفاصيل هذا التعميق سأناقش هذا الموضوع من جوانبه الثلاثة والصيني والروسي والأوكراني من كييف الدبلوماسي والمستشار السابق فلودومير تشامكوف سيد تشامكوف أهلا بيك من موسكو المحلل السياسي الروسي يفقيني سيدروف سيد سيدروف أهلا بيك ومن بكين الكاتب الصحفي نادرونغ سيد نادر أهلا بيك سأبدأ مع له سيد نادر سيد نادر إذا كان هناك حديث عن مبادرة صينية لا نعرف تفاصيلها يعني ما الذي يمكن أن يكون في هذه المبادرة في نفس السؤال يتعلق بأنه يعني كبير المبعوثين الدبلوماسيين الروس حينما يزور فرنسا ألمانيا هنجاريا وروسيا وإيطاليا وثم روسيا أعتقد هناك شيء في الزهنية أو في العقل الصيني يريد أن يقترحوا من مبادرة تراها ما تلك التفاصيل التي يمكن أن تحتويها لتلك المبادرة الصينية التفاصيل المبادرة سيتم إعلانه في وقت قريب ولكن الفكرة العامة هو أن الصين تقف في جانب السلام وتقف في جانب الحوار فالصين تدعم كل الجهود الرامية إلى بداية المفاوضات وإيجاد حال سلمي من خلال الحوار والتفاوض ووقف إطلاق النار وتحديث الظروف ملائمة للحوار والمفاوضات وإيجاد حال سلمي مردين لجميع الأطراف وكذلك أكد الصين أن جميع السيادة لجميع الدول والوحدة تأراضيها يجب الإحترام وكذلك يجب الإحتمام لجميع إحتمامات الأمنية لجميع الدول وهذا هو فكرة العامة لهذه وكذلك معارضة الصين للحرب النووية وكذلك معارضة الصين للحجوم على منشآت النووية المدنية مثل هذه التفاوض هذه محددات عامة للسياسة الصينية لكن ليس فيها شيء يمكن أن يقدم لا للصينيين ولا الأوكرانيين يفجيني سدروف من موسكو ما الذي يقبله الروس يعني ما الذي يجعل الرئيس الروسي نفسه يرحب بمبادرة لم تعلن تفاصيلها أو دور لم يعلن تفاصيله وبالتالي ما الذي يمكن أن يقبل به وما الذي يمكن أن لا يقبل به الرئيس الروسي الآن نعم تحية لك ولسادة البشاديين ولدائفك الكريمين أعتقد ردا على سؤالك بشكل مباشر هو أن الرئيس بوتين لن يقبل المبادرة الصينية التي ربما تتضمن الاعتراف كما جاء في تصريحات عدد من المسؤولين الصينيين الاعتراف بسلامة راضي وبسيادة الدولة الأوكرانية وإذا كان المقصود بذلك الابقاء على أوكرانيا ضمن خدودها قبل بدء العملية العسكرية الروسية منذ عام فهذا الأمر غير مقبول بدناتا بالنسبة لروسيا أما إذا كان المقصود بالمبادرة الصينية وربما سنعرف تفاصيلها يوم غد لأن بكين وعدت بالكشف عن محتوى هذه المبادرة إذا كانت تحتوي أو تتضمن ربما بند يتعلق بالابقاء على الوضع وفقا لما هو عليه الآن على الأرض أي الاعتراف المبطن لسيطرة روسيا على حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية أو أقل من ذلك نظرا لبعض الترجعات الروسية فهذا بطبيعة الحال لن يقبل به الجانب الأوكراني وبالتالي نحن أمام شبه مأزق في هذا الموضوع وبطبيعة الحال لابد انتظار المدمون الحقيقي والمقترحات الملموسة التي تتضمنها هذه المبادرة طيب سيد فريدوميرد شماكوف من كييف أصعب شيء أن تبحث شؤون الدول خارج سياسة وسيادة الدول يعني الآن من يريد أن يبحث القضية الأوكرانية يبحثها عند الناتو أو عند الأمريكيين أو صراع الأمريكيين مع الصين وفي الآخر يبلغوا الروس وآخر من يعلم الأوكرانيين وهنا السؤال ما الذي يمكن أن يفرض على الأوكرانيين ولا يقبلوه يفرض من الأمريكيين أو يفرض من الأوروبيين إذا دخلوا فعلا في توافقات مع الصينيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سؤال سيد Зеленسكي من سوف يحاسيبو على كول جرايم على تي ترطاكيبو روسيا هنا في أخرانيا يعني من الدروري تأسي سمع كما جنائية خاصة حول جرايم Путين وانوك بأسكاريات روسيا هنا في أخرانيا يعني كمان من المنتظر بأن اكتراحات السنية سوف تكون مثل تجميد الصراع هنا في أوكرانيا يعني وقف إطلاق النار هذا غير مقبول لأوكرانيا لأن تجميد الصراع هذا مثل الورم السرطاني على الجسم الأوكرانيا ولذلك هذا غير مقبول طيب غير مقبول ولكن هل يملك الأوكرانيون يعني مثلا لو عرض عليكم يا سيد وأنا أحاور واحد يعني محلل سياسي مش مسؤول سياسي أنا أقدر ذلك لكن أريد رأيك يعني إذا عرض على الأوكرانيين وقف إطلاق النار والتباحث وبالتالي وأصر الأوكرانيين لن نوقف إطلاق النار ونريد أن ينسحبوا من شبه جزيرة القرم ومن كل المناطق التي يحتلوها وهذا مستحيل أن يحدث ويقبله الروس ما هي الخيارات أمام الأوكرانيين؟ فالك جميل جدا وباريس بصراحة مجتمع أوكراني غير مستعيد لأي مفاوضات ما روسيا الآن مجتمع الأوكراني غير مستعيد لواقف إطلاق النار بصراحة عندنا الراخبة واحدة هلا طرد روس من أراضي أوكرانية هلا مهمة جدا لأننا نحن نشاهدوا أي جرائمة أي حجم من جرائم حرب وما هي فضائع ترتاكب روسيا في مناطق المحتلة وبهذا السبب بصراحة أقولكم بأن الراخبة على المجتمع أوكراني هذا طرد روس من أراضي أوكرانية ولذلك نحن نقول من المستحيل أي مفاوضات مع بوتين الآن إن مكانه ليس على طول مفاوضات ولكن في سيجين طيب نادر رونغ في بكين سيد نادر والستريت جورنال صحيفة أمريكية يعني تكيل اتهامات كبيرة للصينيين لأنهم في أذهانهم يعني ممكن في المستقبل يقدموا أسلحة إلى الروس في نفس الوقت الأمريكيين كلهم والأوروبيون كلهم قدموا أسلحة إلى أوكرانيا علنا ألا تعتبر هذا الانتقاد في حد ذاته سلب سيادة للدولة الصينية يعني إذا كانت الدولة تريد أن تساعد تحلفتها أليس من حقها والكل يرفض الحرب طبعا ويرفض السلاح طبعا الصين لا تقدم السلاح لا لأوكرانيا ولا للروسيا وموقفها ثابت وهو أن تقديم الأسلحة وهو سيمدد الحرب وإستمرار الحرب وكذلك يأتي بالمعاناة للشعوب في الأوروبا وكذلك لا يفيد أي طرف فلذلك السلاحة للصين واضحة تجاه هذه الأسماع يعني مسألة أن الصين لن تقدم أي أسلحة لأي طرف في نزاع طب إيه ما حدود تحالفاتكم يعني أستاذ نادر أرض أنت تتكلم عن روسيا وكأنها ليست حليفة للصين أنت لا تتكلم عن الصين وكأن ليست الصين بينها صراع مع أمريكا تتكلم عن الصين وكأن الصين ليست في حرب اقتصادية وهناك أشياء كثيرة جدا من الأوروبيين وبالتالي ماذا يمكن أن يقدم الصينيون لحليفهم الروسي وأعتقد هذا لا يمكن أن تنكره هناك تحالف ضخمة بين الصين وبين الروس الكل يعرفه نحن نتناقش في البديهيات نحن نقول يعني التعاون بين الصين وروسيا لا سقف لها وستتطور يعني بلا شك ولكن هذا التعاون لا يستحضف إلى أي طرف ثالث وهو الشؤون التبادل التجاري أو تعاون فيما داخل البلدين لديها السيادة المستقلة ولا يجب على أي دولة يعني هل المحدد التجاري سيد نادر معلش بقاطعك لكن أنا أعوز أفهم بس العقلية الصينية كيف تفكر الحقيقة يعني هل الحاسم في العلاقة ما بين الصين ودولة أخرى هو التبادل التجاري إن كان كذلك فأولى لكم الأمريكيين التبادل التجاري بين الصين وأمريكا أكبر بكثير من التبادل التجاري بينك وبين روسيا التبادل التجاري بين الصين وأوروبا مجتمع أكتر بكثير من التبادل بين الصين وبين روسيا فبالتالي خليكوا في تحالف مع الأوروبيين والأمريكيين لماذا تتحلفون مع الروس؟ طبعا هناك مواقف شابهة بين السين وروسيا وهو معارضة حيمانة الأمريكية وكذلك التطور على علاقات الدولية نحو تعددية الأطراف ونحو كذلك أكثر أعدالة وكذلك هناك دعم متبادل ثابت لمصالح الجوهرية لكل الطرفين ولذلك قلت الشراكة استراتيجية الشاملة بين السين وروسيا في أعلى مستوىها في التاريخ وكذلك السين تعرض أي أقوبات على روسيا من أحدية الطرف أو من الدول الغربية وصين لن تتبع لذلك وترى هذه الأقوبات تأتي بالمعاناة لشعب الشعب الروسي وكذلك تأتي بالأدرار لشعوب الدول الأوروبية سيد زيفجيني سدروف كيف تفهمون أو كيف تتعاملون أو كيف تضعون المحددات في التعامل مع الحليف الصيني؟ يعني هناك تحالف سياسي قديم ما بين الصينيين وما بين الروس وهناك استفادات وهناك مواقف مجتمعة وهناك هجوم على الصين بسبب تحالفها مع الروس ما الذي يمكن أن يقدمه الصينيين لكم وما الذي يمكن أن لا يقدموه لكم؟ يعني هل العلاقة محدودة لغاية السلاح ولن نساعدكم في موقف داخل مدنس الأمن وليس أكثر من ذلك نساعدكم اقتصاديا لكن نسمحونا ننصق مع الأمريكيين قبل أن نساعدكم هل هي هذه المحددات؟ نعم للأسف لابد من الاعتراف بأن مواقف الصين تضامنا مع روسيا لا تتجاوز حتى الآن الأطر الدبلوماسية والبيانات والتصريحات وربما بعض المساعدات هي التي تؤثر ربما بشكل حاسم على سير العملية العسكرية بمعنى أنها لا تساعد روسيا في تحقيق أهدافها من خلال هذه العملية العسكرية الخاصة ولكن وراء مصلحة الصين وبالعودة إلى المبادرة الصينية لابد من القول أن الصين ربما تضررت كثيرا جراء تبعات وتدعيات العملية العسكرية الروسية لأنها أدت بنهاية المطاف ليس هي وحدها فحص وإنما عوامل أخرى إلى تدمير السلاسل اللوجستية وهذا إنعكس سلبا على الوضع في الاقتصاد الصيني والتجارة الخارجية الصينية وبالتالي موضوعيا وانطلاقا من مصالحها الاقتصادية للصين أن تبدي المزيد من المبادرات الخاصة بالتسوية السياسية ولكن كما قلنا السؤال هل ستقبل به روسيا إذا كانت تعترض أو معارضة وتتنافى المصالح الروسية أو مثلا المصالح الأوكرانية من جهة أخرى العقلية الصينية عقلية اقتصادية مش عقلية عسكرية يعني تفكر دائما في البزنس عقلية رجل أعمال يعني أكثر منها عقلية سياسية وبالتالي أسألك هنا سيد سيد روف في نقطة معي هل ممكن تتوقع أن يأتخذ الصينيون موقفا قريبا من الغرب بعيدا قليلا من الروس يعني يميلون إلى المصالحهم الاقتصادية مع الروس ومع الأمريكان أكثر من الروس في المسألة الأوكرانية حتى فقط يعني لا لا أنا لا أعتقد ذلك والصين سوف تحاول وربما خلال فترة طويلة جدا الحفاظ على نوع من التوازن في علاقاتها مع روسيا ومع الولايات المتحدة رغم أنها تنتقد وتتهم دائما الولايات المتحدة لسيطرتها على العالم الأوحدية القدبة إلى خيره وهي تكرر في ذلك ما يقوله القادة الروس ولكنها لن تحرك الساكنا كما يبدو لي أنا شخصيا لكي تتحاول مساعدتها إلى روسيا إلى أعمال وخطوات ملموسة ودقيقة طبعا سوف يكون هناك شيء من الدعم والمساعدة لكن كما قلت ليس لها تأثير كبير تأثير بالغ على الروسيا من ناحية يعني مساعدتها في مثلا العملية العسكرية التي تأخذها القوات الروسية في أوكرانيا شوز نادر يعني كنت تبتسم وأنا أقول العقلية الصينية عقلية اقتصادية عقلية بيزنس يعني أفضل بكثير يعني ما تزعلش لا أفضل بكثير من عقلية العسكرية يعني عقلية الذين يصنعون السلاح ويبعون السلاح يعني مش ليست كلمة سيئة لكن هنا أسألك هل ممكن فعلا يعني يتخذ الصينيون خطوات تجاه الغرب وأمريكا أكثر من الروس لا أعتقد يعني الصين تتمسك بمبدأ يعني أعدم إنحياز هو لا تريد تشارك في أي التحالفات العسكرية والسياسية فمفهوم السين للتدور هو أننا لا يجب أن نرويج فكرة المجابهة أو أن نتمسك بفكرة الحرب الباردة فالعالم الجديد يجب أن يكون يمكن إجراء وتفادل وإجراء نقاط التعاون رغم وجود الخلافات وإخترام الاختلاف وكذلك يعني توصيل نقاط المشتركة وبناء مجتمع مصير المشتركة للبشرية فالعالم يجب أن يمكن استيعاب التطور والتقدم المشتركة ماذا لو فرض عليكم الأمريكيون وقد فرضوا يعني ماذا لو فرضوا عليكم عقوبات وقد فرضوا والغرب يفرضون عليكم عقوبات وقد فرضوا وماذا لو تكثل الغرب وأمريكا بسبب موقفكم من الصين يعني هل ستظل هذه اللغة الدبلوماسية التي تتحدث بها أسوز نادر قائمة في هذا الموضوع أنكم تريدون السلام والخير والجمال وكل شيء من هذا القبيل أم ستضطرون للدخول في تحالف حتى لو وصل إلى تحالف عسكرية أعتقد أن إذا كان هناك أي تنمر على الصين الصين سترد بالقوة بالدفاع عن نفسها عن سيداتها وسلامة أراضيها وهذا طبعا لحماية كرامة الأمة ووحدة الأراضي شكرك نادر رونغ الكاتب الصحفي من بكين وأيضا فجني سدروف من موسكو وفلودوميرت شماكوف طبعا الخط أو التواصل فقدناه مع سيد شماكوف كنا نريد أن نطرح عليه تسؤولات من كيف شكرا جزيلا لضيوف الكرام بعد الفاصل إلى عنوان جديد وفيه العراقيون لا يزالون ينتظرون تعدادا سكانيا يحسم عدة قضايا خلافية نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة بأرب ينضم إلينا مراسل الحدث نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخارجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران العملية العسكرية مستمرة لملاحقات فلول الميليشيات الحوثية ما الذي تريد ميليشي الحوثي أن تحقيقه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أعتقد أن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة ما أبرز ما تم حتى الآن الميليشيات الحوثية أساساً لا تؤمن إلا بالحرض هذا المكان لم تصله أقدام الميليشيات الحوثية وبقي صعبداً رغم الطرابات المكثفة هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حدوى مرتبط بالخسائر التي تتلقى هذه الميليشيات الحوثية على الأرض في الداخل اليمني ترجمة نانسي قنقر لكنها تدفع ثمن كل ذلك كيف يمكن أن تحدد أي الدولة في العالم أي خطط للتنمية أو للاقتصاد دون أن يكون هناك تعداد سكاني دقيق يعني كم عدد السكان في الدولة حتى نبني عليها خطط التنمية العراق للأسف منذ فترة كبيرة جداً يمر بهذه المرحلة بأن هناك غياب لعدد السكان الدقيق وكل الخطط الاقتصادية تقوم على فكرة التخمين وليس فكرة الدقة الحقيقية لعدد السكان العراق أجرى عام سبعة وتسعين تعداده السكان الأخير وكانت عملية شابهة كثير من المشاكل فلم يشمل لاستطلاعه إلا خمسة عشرة محافظة بعد استبعاد محافظات إقليم كردستان الأمر الذي دفع بعض الباحثين لعدم الاعتراف بنتائجه والاكتفاء ببيانات الإحصاء الذي سبقته بعشر سنوات وشمل جميع محافظات العراق لا يتعلق التعداده بإحصاء عدد السكان فقط إنما يحدد أدق تفاصيل التركيبة السكانية للدولة التي تعتمد عليها الحكومات لاحقاً لبناء خططها خصوصاً نسبة الشباب والمرأة والأطفال وكبار السن فالمتناع عن التعداد السكاني يعني دخول المؤشرات الإحصائية في العراق حيز التخمين وليس الدقة بالتالي فشل معظم خطط التنمية في ظل غياب التعداد فشل العراق في تحديد حجم النمو السكاني بدقة ما منعه من تبني سياسة تقلل النمو السكاني المتزايد ما أدى إلى نشأة ظواهر الزحف على الأراضي الزراعية زيادة الاستهلاك شيوع البطالة كما عجزت بغداد عن إصدار مؤشرات موثوقة تساعد صانع القرار على وضع خطط ناجحة توازن بين حجم السكان وبين توزيع الخدمات التعليمية والصحية بحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق فإن استعدادات تنفيذ التعداد المرتقب بدأت منذ عام 2019 كان مأمولا أن ينفذ عام 2020 لكن جرى تأجيله بسبب جائحة كورونا محمد شايع السوداني رئيس الوزراء العراقي هذا الشهر أعلن خلال ترأسه المجلس الأعلى للسكان توفير كل الإمكانات اللازمة لإنجاز التعداد في مواده هذا في حين أن إجراء التعداد السكاني يرتبط بتحديد طبيعة المصار الانتخابي في العراق لسيما ما يخص إسناد المقاعد البرلمانية تحديد نصيب كل محافظة من المقاعد كما أن إجراء التعداد سيحسم الخلاف التاريخي حول أحقية حكم المناطق المتنازع عليها وهو ما يجعل العديد من الجهات السياسية متخوفة من إجرائه وستحسم نتائج الإحصاء أيضا إجراء تغيرات في الموازنة العامة إقليم كوروستان يحصل على حصة من الموازنة مقابل نسبة السكان التي لا نعرفها وهي القضية التي تسببت في خلاف دائم ما بين الإقليم وما بين بغداد سنقش هذا الموضوع مع ضيفي من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي دكتور حسين علاوي دكتور حسين أهلا بك طيب ما هو الحل دكتور حسين يا وسلمين لا نتحدث عن الماضي لا نتحدث عن المستقبل لا نستطيع أن نعمل أي خطة تنمية لا نستطيع إجراء انتخابات وتحديد كم المقعد يسوي كم ألف للشخص إلا أن يكون هناك تعداد سكاني ما هو الحل أمام رئيس الوزراء فأعتقادك يعني مساء الخير عليك سيد محمد مساء الخير على المشاهدين الكرام أكيد السيد رئيس وزراء السيد محمد الشيعة السوداني هو عازم على أن نمضي بالتعداد السكاني وطبعا إطلاق الموازنة الاتحادية سيوفر التمويل الخاص بمتطلبات الفنية واللوجستية الخاصة بإجراء عملية التعداد السكاني وهذا إن شاء الله حصل في توقيته وزمانه حقيقة سيمر منذ 36 أو 37 سنة لم يجري تعداد سكاني كون التعداد السكاني لعام 97 مثلما ذكرت حضرتك لا يعتد به قياسيا من قبل الأمم المتحدة كونه لم يشمل المحافظات الثلاثة في ذلك الوقت وكذلك بالمقابل يجري اعتماد طبعا 1987 والعراق أجرى حقيقة ثمانية احصاءات سكانية منذ عام 1927 ولغاية 1987 وفي عام 1997 لم يجري حقيقة الاعتماد هذا الاحصاء سوى استخدامها رقميا وبالتالي خطة الحكومة العراقية برئاسة أستاذ محمد الشيعة السوداني والذهاب للتعداد السكاني كونه واحد من المقاييس الأساسية لاستقراء الحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية وكذلك بالمقابل تلميط هذه الحالة وفق مؤشرات الذكور والإناث وكذلك بالمقابل المؤشرات السكانية إن كانت ذات البعد السياسي والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي وبالفعل خطة التلمية ترتكز على هذا المنجس لكن بالرغم من كل ذلك طبعا الخطة الحالية التي تعمل بها الحكومة العراقية وهي عمل وزارة التخطيط الجهاز المركزي للحصاء وكذلك جهاز المركز للحصاء في إقليم كردستان وهناك مسوحات طبعا تقوم بها دوارة المرتبطة بالحصاء في وزارة التخطيط لكن هذه المسوحات طبعا تحقق أرقاما صحيحة ودقيقة وتستند بها كذلك بالمقابل الحكومة العراقية في عملية التلمية والإنفاق والتخطيط كذلك لبرامج الخدمات الأساسية ضمن الموازنات الاتحادية لكن بالمقابل طبعا نحكاج هذه البيانات الآن تصدر بصورة تامة يعني أرقام تخمينية طيب دكتور حسين لو أسأل عن لو أنا عاوز أسأل الآن عدد سكان العراق كم لو سكان العراق وعاوز أسأل عن الإقليم مثلا كم كم الرقم لو لم يحضرك ممكن أسأل سؤال تاني لا لا هناك بيان حقيقة صدر من وزارة التخطيط قبل فترة حقيقة في ظل حكومة السيد محمد الشاعر السوداني أشارا لأن سكان العراق قد وصل النموه التقريبي إلى 42 مليون نسمة وبالتالي هذا المسار الأساسي وفقا للبيانات التي تصدر من وزارة الصحة وكذلك من وزارة التجارة ويتم طبعا مطابقتها من خلال عمل وزارة التخطيط والجهاز المركز للإحصاء وبالتالي تقدم هذه الأرقام طبعا إلى الحكومة العراقية لعملية أنه النظر في الموازنة في متطلبات الموازنة وكذلك بالمقابل إلى أنه تغطية القطاعات الأساسية كالصحة تعليم الخدمات وغيرها من القطاعات الأخرى 42 من غير الإقليم كوردستان لا لا من ضمن الإقليم من ضمن الإقليم طيب هل الموضوع صعب لهذه الدرجة؟ هل الموضوع صعب أن يكون هناك تعداد سكاني؟ محتى التكلفة الذي يعمل انتخابات قادرة على أن يعمل تعداد سكاني هذه القعدة طالما عندك لوجستيات على الأرض تعمل انتخابات إذن أنت قادر تعمل تعداد سكاني؟ إيه اللي يمنع؟ هذا هو السؤال يعني أكيد الاستقرار السياسي كان تحدي لكن بالمقابل في ضل حكومة سيد عادل عبد المهدي السابقة كان هناك قرار بأن نذهب للتعداد السكاني وكان هناك اتفاق سياسي يذهب ويمضي ويدفع هذا المسار كونه متبنى حقيقي من قبل الحكومات السابقة في عاد حكومة السيد المالكي لكن بالمقابل عندما ذهبت إليه القوى السياسية العراقية لدعم جهود وزارة التخطيط منذ عام 2010 ومبعد ذلك وتأسيس المجلس العلال السكان الذي هو اجتمع الآن وعقد اجتماع وقر وثيقة مهمة حقيقة للسياسات السكانية ومصادق عليها كذلك من خبرة الأمم المتحدة ومنظمات تصل إلى 12 منظمة لكن بالمقابل بسبب كورونا مثل ما ذكرت حضرتك بالتقرير توقف عملية إجراء الإحصال السكاني الآن هناك مسار أساسي يعني سؤال صريح سؤال صريح أنا أسألك سؤال صريح وهو موجود في كل مكان وأتعلق مسألة والله ليس من مصلحة الحكومات السابقة أنها كانت تجري تعدادا للسكان لأن تعداد سكان يعني تقليل فساد مفيش عدد سكان للدولة إذن الفساد مفتوح في وزارة الصحة وفي كل الوزرات الخدمية وفي التموين وكل ما يقدم للناس إذا كان بنتكلم على 40 مليون فلا أكيد بنتكلم على 30 مليون الموضوع هو الفساد يعني أستاذ محمد ليس بس الفساد أنا أتوقع المشكلة الأكبر هو الاستقرار السياسي المشكلة الأكبر والتي مرت على الشعب العراقي على مدى 20 سنة وهي موجة الإرهاب الكبيرة ثلاثة أجيال من التنظيمات الإرهابية ضربت أمن الدول العراقي المجتمع العراقي بقدرات العسكرية وقوات المسلحة بقيادة السياسية بالمجتمع العراقي ومشاركته حقيقة في الحرب على الإرهاب وآخرها الحرب على التنظيم الإرهاب داعش أنا أتوقع الآن الاستقرار السياسي واضح جدا الحكومة كذلك بالمقابل مسارها وعملها واضحة في عملياتها وشفافية واضحة جدا في إجراءاته بهذا الاتجاه والاجتماع الأخير الذي عقده السيد رئيس وزراء الأستاذ محمد الشياء السوداني مع كل الجهات المعنية يشير بصورة واضحة جدا أننا ننتظر الموازنة الاتحادية من أجل عمليات التمويل الخاصة بهذا المسار والمسار الثالث هو المسار السياسي كم سنة الموازنة معطلة قضية الإحصاء قضية ضرورية كم سنة إذا فيه سنوات ما كانتش فيها موازنة أكيد صارنا تقريبا بالأكثر من سنة لا نمتلك قانون الموازنة لكن قانون الإدارة المالية يتيح بعمليات آليات الصرف 1 على 12 ووفقا طبعا للتخمينات السكانية ووفقا كذلك للتخطيط القطاعي الذي هو على أساسه تنفق الأموال في إيقار الموازنة الاتحادية الخاصة بالوزارات وكذلك الموازنة الخاصة بتنمية الأقاليم والمحافظات وكذلك هناك موازنة ثالثة للبترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز التي تنتج نفطا بواقع 150 ألف برميل وأكثر أو كذلك ما يعادل أو يكافئ من الغاز وهذا بالتالي ما يجعل هذه المنظومة أو هذا المسار المالي الذي تعمل به الحكومة العراقية الآن لكن ننتظر الموازنة لعام 2023 ستكون كبيرة جدا من حيث المشاريع ولأول مرة هذه المشاريع تكون مرتبطة بدراسة الجدوى الاقتصادية وبمتابعة ومراقبة من مكتب رئيس الوزراء وهذا ما سيحد حقيقتا من ظاهرة الفساد وتحدياته وتجلياته وكذلك دور الجهات الرقابية في مقدمة هيئة النزاهة والعمل الدولي الذي ضمن سيد رئيس وزراء لصد محمد الشيح السوداني خطاب مكافحة الفساد في سياسة الخارجية العراقية دكتور حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي شكرا جزيلا دكتور حسين أعلنت الداخلية التركية منع دخول المواطنين إلى البيوت المتضررة من الزلزال خشية انهيارها مع استمرار الهزات الأرضية في المناطق الجنوبية للبلاد وعلى الرغم من تشديد وزير الداخلية التركي سليمان سويلو على ذلك بالمنع التام تحت طائلة المسئولية يخاطر البعض في ذلك لأخراج أغراضهم ومستلزماتهم مفد الحدث رصد المشهد من بلدة سمندغ في ذواحي هتاي التركية رغم إقرار الداخلية التركية بمنع دخول أي مواطن إلى هذه البنايات المهدمة لكنهم ومع هدوء الأرض من الهزات الارتدادية يسارعون الخطأ لاقتناء وإخراج مقتنياتهم أو ما أمكنهم من إخراج ذلك مرحبا شيخ مرحبا إيش تعملوا؟ ما ننزل البيت الغراض البيت القديم لتحت الجديد ما ننزل لتحت لكنه في خطر أعتقد أنه البناية البناية قيلة للسقوط صح؟ نعم نعم PcINAIimos بد سيفعلها كلود tendيم من كلها؟ نعم 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 لكن كان فيه قرار السلطات بأنو يمنع أي واحد بيدخل المترجم للقناة 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 يخطط الفريق السوري الأمريكي التطوعي لأن يجوب كافة المحافظات التركية العشر المتضررة لإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات بجهود ذاتية أكثر من مليوني نازح جعل من الصعب توزيع كافة المساعدات عليهم خصوصا الذين لا يتوجدون في المخيمات الرئيسية ما دفع ياسين وفريقه من أمريكا إلى بذل هذه المجهودات التي قد تخفف من معاناة هؤلاء النازحين عبد المحسن الحربي لقناتي العربية والحدث كهرمان مرعش انتهت هذه الساعة أعود وألتقي بكم بعد ساعة من الآن لكم دائما تحياتي والمقادة